بكل هذا ترفع التقارير إلى لجنة النزاه تدخل ويتم توقف حكم يأما تحفظ عليها يأما يطلع بكفالة بهذا التفاصيل هل هي أجراءات شكلية لإسكاة المواطن أم لا سيطر على النزاهة على هؤلاء الفاسدين تحديدا؟ أستاذ رائد غالبا ما يتم التعمية والتمعية على كل الملفات التي يتم كشفها فيها فساد وإفساد بالتأكيد هو سبب أول ما الفضل أستاذ الليف ناصر أولا التوافق السياسي النظام والنظام لا تغيرها إلا بالدستور والدستور لا تغيرها لأنه جعلوا فيه فقرة صعب جدا أن تغير أبسط مادة وهي؟ وهي إلا إلا رفضت أي مادة تعديلية ثلاث ثلاث محافظات لا يمرر هذا التعديل وبالتالي هناك هذه النسبة موجودة في أغلب محافظات العراق لأن أحزاب ابتلعت أغلب المحافظات الأمر الآخر التخادم المتبادل بين الأحزاب لا يسمح لك أن تكشف ملفا لا صغيرا ولا كبيرا النقطة الأخرى هذا بالاتفاق؟ بالتخادم يعني أنت اليوم تسكت عني أسكت عنك أنت مني وأني منك هذا الشعار دائما ورفعوا شعارا آخرا دائما أنا أشير به بالفضائيات كل شيء لنا ولا شيء لكم أيها الشعب العراقي والشعب ساكت طلع تظاهرات قتلوا في 800 واحد وين قتلوهم؟ من قتلهم؟ سيروا حكومة؟ أنا شقول جربنا النظام التوافق والحكومات التوافقية هسا اليوم خل نسمح لأنفسنا أو للأحزاب التي فازت تشكل حكومة أغلبية وطنية بالتالي تصدى إذا كان نجاح يسجل لها أو للعراق وإذا كان فشل حتى نقلحهم كلهم يعني من غير ممكن أنا اليوم أبقى نفس التوافق السياسي ونفس المناصب إحنا اليوم مثلا اليوم الكل تشترك بالحكومة المقبلة وإحنا 2010 حكومة السيد المالكي 42 وزير صاروا حتى يرضون هذا الحزب وذاقي الحزب منصير الاجتماع بس وزراء مقبلين عن نفس الخلطة هذه صعب جدا صعب جدا إذن أروح للساد باسل برأيك ماذا عن تسهيل الأحكام يعني في القضايا في مساء السرقة ونهب الأموال المواطنين يعني تذا شوف الفقير سواء لسالفة حكم أكو حال من الحالات بالناصرية طفل سرق كيس كلينيكس انحكم رأسا وهي الأموال جاية تهرب شون هذا التوازن اللي شوفه تمشي بنظرية أستاذ نجم القصاب اللي اتحدث بها قبل قليل هذا المثل ذا أنا متفقوي أستاذ نجم القصاب مهسم بالزمان لكن أقول نهو مجلس القضائلة على أصدر شيء مهم في عام 2019 في الشهر العاشر هو حينما أنشئ المحكمة خاصة بالجنايات مكافحة الفساد ولكن لم يتم تفعلها عن النحو الصحيح معظم جرائم الفساد كما تقوم منظمة الشفافية الدولية هي جرائم بيضاء بمعنى على الورق ليس لها فيها غبار حتى لو تجد حاكمه ما موجوده على المثال كثير من جرائم الفساد تتم على هذا النحو قيمة العقد الحقيقية مثلا 30 مليون يتفقون مع الشركة يسووها 150 روح 300 مليون روح 150 يوقع على الورق الـ 700 مليون دولار الـ 70 لهم للفاسدين و30 للشركة والشركة توافق لأنه تمشيه لكن على الورق موجودة كل شيء صحيح وهذا يطلب عملية مأسسة لسنا في نيسان لسنا في نيسان ليس في ربيع أن هذه المكافعة الفساد وصلت لا نحتاج إلى مأسسة حقيقية استراتيجية حقيقية لمكافعة الفساد فيها جانب تشريعي فيها جانب تنفيذي وقضائي ومحاسبة فعلية أما بعقلية الفزعة لا مستحيل لأن هذه اللجنة التي تحدث عنها ممكن تجد حكومة وتلغيها هذه اللجنة وبالتالي ما فيها استدامة لا نريد عمل مستدام ترجمة نانسي قنقر